وصلنا الحين لفقرتنا الفنية وضيفنا لليوم مشاهدين مغني وملحز ملحن حائز على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية وشاركة في العديد من الفعاليات المختلفة تميزت أغانيه بالإيقاعات الأفريقية والعالمية بالإضافة إلى سهولة نطق الكلمات وإيصالها لمختلف أنحاء العالم رحب وياي بالمطرب والملحن الجندي صباح الخير يا تك العافية شكرا على استضافة وصباح الخير وكمان تحية خاصة أهل فجارة نحس أنه في نشاط في حماسة ببداية اللقاء عرفنا على بداياتك في الموضوع الموسيقى والتلحين طبعا أنا جندي ملحن مغني سوداني يعني تسويت أكثر من اللون في الموسيقى من الفنك الأفروبيت الريجي البوب ميوزيك فتربيت في الإمارات وكان حاوليني دائما جنسيات مختلفة يعني هذا كان تأثير يعني على الأغاني بتاعتي وكده والحمد لله يعني بديت أول ألبوم في 2019 كان اسمه 1995 1995 هذا السنة التي وردت فيه يعني جنة التسعينات ما شاء الله يعني كان ألبوم خلانا نسوي حفلات بره سوينا حفلات في السودان حفلات في زمبابوي في نيجيريا ومن هناك بديت يعني الرحلة للألبوم الثاني اللي هو نزلتها هالسنة شهر خمسة اسمه Ren and Fire وكان مينلي أفروبيت ودانسول يعني نعم يعني بدايات كانت أول ألبوم من 2019 شو كم كان المدل مثلا حتى أنك حضرت حق هالألبوم وشو كان يتضمن يعني ستة شهور تقريبا كنت في الستوديو ويعني مع الفرقة يعني كل واحد عنده طبعا آلة بنعمل مثلا يعني أكثر من حفلة فيعني موضوع الفرقة كمان نأثر علي بشكل كبير أنه عرفت عن توزيع الموسيقى نعم ويعني كانت الحمد لله رحلة ناجحة يعني مليئة بالمغامرات الألبوم شو كان فيه أغاني يعني كلها أغاني بس سودانية اللحن السوداني أو نوع بينهم الألبوم الأول كان طابعة غربي طابعة غربي بس فيه يعني أغاني مثلا يعني تأثير عندي من جمايكا مثلا عندي تأثير مثلا من أمريكا يعني أكثر من مكان وطبعا أنا تربيت يعني في البيت كنت بسمع لمحمد وردي طبعا فنان قدير اللي رحمه وعندك برضو ماكل جاكسون وستيفي وندر ف يعني كل الميكس هذا يعني جاب حاجة ضريفة يعني زي ما نقول نعم تسعى أنك تكون يعني ضمن الموسيقى اللي تقدمها والألحان اللي تقدمها أن تكون فنان يعني متعدد الثقافات حتى أنك مثلا تنتشر بشكل أسرع أكيد لأنه أنا بأعتقد يعني يكون عندي تعدد الثقافات ده بيساعدني أنه أنا أقدر مثلا أعبر لعماكن تانية وبرضو الفن رسالة يعني فبقدم رسالة وبتكلم عن بلدي مثلا وعن مثلا قصة معينة أو حاجة حاصلة حاليا فهذا بيساعد أن الناس تعرف عن البلد والثقافة يعني كان لك عمل مع منتج الأغاني العالمي ماستر كرافت ومن خلال لفت أنظار منصات تواصل الاجتماعي لهذا الموضوع صحيح هاي طبعا عملنا الأغنية اسمها هسة هسة بالسوداني طبعا يعني الحين نعم والأغنية كانت أفروبيت ودانسول فيعني الأغنية مشت في أفريقيا وفي نيجيريا وفي كينيا نعم وأعملت ريميكس الأغنية برضو مع فنان من كينيا نعم الحان غربية والغنى سوداني أيوه الكلام أيوه نعم ميكس يعني لأنه أنا بحاول أعمل يعني زي ما تقول الجزر بين يعني مثلا من الشرق الأوسط وأفريقيا عشان نقدر نشوف الحاجات الكومن نعم أنت حاب هالشي أن حتى توصل مثلا ثقافتك وتنشرها مثلا في أماكن ثانية نفس أفريقيا ثقافة بلادك السودان أو أن أنت حاب هالشي لأن حسيت أنك تبدع فيه أنا طبعا لما بديت يعني كان الموضوع محتاج يعني زي ما تقول منصة أنه أطلق زي ما بيقول أطلق الحنان يعني ولقيت أنه الفن هو أنسب طريق لي أنه أنا أوصل الرسالة فبديت أتعلم القيتار يعني كان يعني ستة شهور قعدت بس قدام اليوتيوب بدعلم بدعلم وكمان الفرقة كان عندي فرقة بدأت كان اسمها نعم وبدأني يعني سوي حفلات هنا سوينا حفلات فبرة وهنا وإكسبو فكان يعني رحلة جميلة وأعتقد أنه دائما كان في الدافع أنه لازم أنا أقدم رسالة كفنان لأنه أنا بالنسبة لي الفن دائما رسالة يعني هي طبعا مراحل يعني بتجي على مراحل بتبدأ بحاجة بعدين شوية شوية بتشوف أنت وين يعني أي طريق بتأخذ يعني كفنان يعني أنت بديت في البدايات أن نقول مثلا أن دخلت الكلمات السودانية مع اللحن الأفريقي واللحن اللي فيه أي وده كان بعدين يعني في الأول كان عملنا حاجة زي ما قلت لك يعني ألوان غربية نعم وبعدين شوية شوية لما قابلت ماستر كرافت وكده بدأنا ندخل في موضوع الأفرو أفرو السودانيز ما حسيت أن هالنوع مثلا ممكن أن أصدقائك مثلا من بيئتك يقول لك لا ليش ما أخذ هاللون شوية غريب شوية 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 إيديد شوية ليش أنت ما خدت مثلا أنه خلص أن اللحن سوداني كلمة سودان نعم لا أنا بالعكس أنه هي طبعا الموسيقى هي برضو تأثير على أنت وين عشت نعم نعم يعني كل هذه الأشياء طبعا أثرت عليك فنان نعم أنه أنا أصحابي من دول متعددة نعم فأكيد أنه يعني الناتج سيكون زي ما تقول يعني هاجين نعم كويس يعني أنه يعني ثقافة التربية التي تربيتها أنت نعم بالضبط فخلت عندك أنه انعكست على فنك أكيد أكيد أيوة فبدأنا الرحلة بعد ما عملنا هسا طبعا عملت الألبوم يعني أخذ ثلاث سنين فأكتر أكتر من مكان يعني أكتر من دولة سافلنا جنوب أفريقيا يعني إجيريا كينيا عشان نقدر نربط يعني نشوف الحاجات التي هي بتوصل الشعوب مع بعض يعني جميل كان لك مشاركات عدة في مشاركة بعد كوكوكولا أرينا صحيح؟ صحيح؟ يعملنا كوكولا أرينا كان عدد ضخم يعني وكان الفنان هو دافيدو دافيدو نعم فغنيت معهم في الحفلة وكان يعني ما كنت متوقع التفاعل يعني ده بس يعني الحمد لله نعم كيف تفاعل الجمهور مع هالمكس اللي تسوي في الأغاني والحانس؟ صراحة يعني خطير خطير صراحة يعني لأنه أنا بحاول طبعا لأنه بالذات لما أكون في دبي مثلا بشوف أكتر من ثقافة يعني بحاول أقدم لأكتر عدد من الناس نعم فكويس إنه بقدر يعني أوصل يعني ثقافة بلدي بشكل ما عن طريق الموسيقى يعني نعم كان لك مشاركة في إكسبو؟ بالضبط نعم طبعا كان ملتقى الثقافات فطبيعي نتشاركي شو كانت مشاركة؟ يعني 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 جميل وكان عندي يعني تسعة أفراد من الفرقة وغنينا كمان مع الفنانة أريام تحياتي أريام أيوا غنينا معاها في أغنية دو عملنا أيوا جميل فكان مكس خليجي وأفريقي مع بعض نعم 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 جميل الموضوع نعم نعم فتحس إنه هالنوع من الفن ممكن ينتشر بسرعة لأنه يقضى عدة ثقافات صحيح وتفاعل من الجمهور يكون من مختلف العراف أكيد أكيد لأنه بشوف إنه يعني في أكتر من من لون يعني موجود مثلا في الخليج وفي أفريقيا يعني مثلا زنجبار مثلا عندهم إنفلونس كتير في الغنى الخليج يعني وبشوف إنه الحاجات دي لازم يكون في نعمة من التعاون يعني دو يعني فنانين يعملوا أغاني مع بعض من مختلف البلدان عشان نقدر نوصل ثقافتنا وهما يعني في المقابل يوررون ثقافتهم ودي حاجة يعني بتربط الشعوب يعني في النهاية جميل جندي يوم أنت تختار الحانك والكلمات المثلا بتكتبها شو المعايير على أساس تأخذ المعايير حتى يوم تكتب لحن أو تكتب مثلا أغنية معينة هو المعيار دائما يكون أنا كيف أقدر أوصل الرسالة المعينة يعني مرات الأغنية مثلا بتكون أغنية عن السلام مثلا أغنية عن الحب فبيكون هو على حسب يعني الحاصل حاليا أنا دائما بشوف شنو الحاصل في العالم فبناء على ده بكتب الحاجة اللي بحسها يعني شايفها تحسب ترند يعني مثلا تحسن الشيطة مش ترند مش ترند أنا بشوف أكتر يعني شنو الحاجة ممكن تفضل تفضل فترة طويلة نعم وتعمل يعني تغيير ولا تعمل يعني تلهم الشباب إنهم يتكلموا عن حاجات كويسة يتكلموا مثلا عن هاف الكلمات آي بالضبط آي وبالنسبة للحن يعني يعني الحمد لله الفرقة بتاعتي يعني من مختلف الجنسيات فدايما يعني بنقعد يعني نشارك يعني أفكار وكده وبيطلع الحاجة يعني جميلة بيكون مثلا كومبوزر من الهند ومسلا بروديوسر من حتى الفرقة متنوعة متنوعة يعني جيريا وكده فبيطلع دايما كل واحد بيجيب الثقافة بتاتو فبتكون يعني ناتج جميل نعم هالنوع من الغناء بعد والموسيقى بعد شائع نشوفها مثلا أحيانا في احتفالات مثلا افتتاح كاس العالم افتتاح أمم أفريقية هالمزج بالثقافات في الموسيقى موجود في المراجنات الكبيرة تنطبح أنك تكون موجود في هالنوع من الاحتفالات ايوه أنا حتى سويت أغنية لكاس العالم يعني كاس العالم وقتر طبعا حتى كان عندي فرصة أنه أروح وشوف مباريات وكده فكان يعني يعني بتجد تجربة جميلة خالص وكمان الحلو أنه لما عملت الأغنية صورت فيديو وعملنا يعني أكتر من حفلة في يعني في نطاق كاس العالم وكده وكانت من أجمل التجارب يعني والأغنية اسمها آياء 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 نعم جند تحس أن هالنوع من الاتجاه اللي أنت ما أخذ لنا مثلا في هالموضوع تحس أنه مميزة شوي أو في من شباب جيلك من السودان بعد عندهم هالاهتمام أو هالنوع من الموسيقى بشكل عام أكيد أكيد أنا شايف حتى الفنانين يعني يتمنع عافية في السودان ومبرة قاعدين بعملوا حاجات جميلة خالص يعني كل واحد عنده يعني طابع معين في الغنى وتكديمه مثلا سواء كان يعني ريجي أو راب أو أي لون تاني من الموسيقى فشايف أنه كويس الشباب يعني في انتشار للراب تحديدا أيوا في انتشار كتير رجوع والفن زي ما قلت رسالة فكويس أنه الفنان دايما يقدم رسالة وحاجة تفضل يعني جميل لفترة ولما تعمل حاجة تعملها بحب يعني جميل لو حد من الفنانين الشباب اللي هم الرابرز في السودان تحديدا مثلا وقال لك مثلا تعاون في هالمجال فما عندك مشكلة طوالي والله طوالي 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 طبعا طورا نعم أزان شو خططك اليايا حاليا مثلا في المستقبل في الفترة القريبة مثلا حسنا نزلت ألبوم شهر خمسة أول ألبوم يعني كامل لأنه في 1995 كان ألبوم قصير وهو EP فحاليا قاعد بصور يعني فيديو كلابات للألبوم وعندنا كم حفلة يعني إن شاء الله في الشهور الجاية نعم في الإمارات وخارج كمان في أفريقيا جنيل 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 بأفريقيا وكينيا فا يترقبوا نعم انطلاقك في أفريقيا ما شاء الله ملحوظ شي ملحوظ هذا بسبب الألحام صحيح؟ بسبب الأغاني وكمان اللون اللي هو يعني الأفروبيت والدانس والأغاني يعني الألوان من الموسيقى هذه منتشرة كثير فدايما برضو يعني بنشوف وين أنسبة كان ممكن الأغاني تمشي فيه والحمد لله يعني كان الأغاني ما عنده مشكلة الجمهور لنحن عدنا بعد نفس الشي يعني أن الجمهور أحيانا ينجذب لللحن أحيانا ممكن الكلمات تكون غريبة عليها بس أنه مستانس في اللحن بالضبط صحيح أكيد 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 يعني الواحد ينوع دائما وما يحصر نفسه فيه لون معين لأنه دائما التجربة ممكن يطلع منه حاجة جميلة خالص يعني الواحد يجرب وما يخاف أنه يعني أنا حمشي من نون للون وكده وعندنا ما شاء الله يعني في السودان أكتر من نقاع وبرضو فيه قاعات خليجية كثيرة قاعات أفريقية كثيرة ممكن نعمل لها مسجه وتطلحها الجميلة عندك موضوع أنك تتوجه أو تسوي شي مثلا بالإيقاع اللي شوي هادي أو شوي مثلا خل نقول يتكلم أو طربي شوي سوداني أكيد أيها طبعا يعني أنا شايف أنه الفن يعني الفن مراحل فحس أنا مثلا في المرحلة دي بعدين يعني شوية الواحد يشوف الأغاني الهادي أكيد 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 يعني أنا في فنان طبعا بحب أغاني اسمه شرحبيل يعني وعنده أغني مشهور طبعا اسمه الليلة الهادي فأغاني زي دي طبعا جميلة ومثل وجدان بتاع الواحد يعني بعد مرحلة الانتشار ونتكون في مثلا في أغاني مثلا شعبية أو تحمل مثلا إيقاعات أكيد أيها زي ما قلت لك أنا تربيت في بيت سيد خليفة نعم محمد وردي نعم الكابلي يعني نازل كل مكان دائما أيها يعني حتى في السودان طبعا نحن عندنا الأعراس وكده يعني بيكون دائما يعني مناسبات أجمل مناسبات يعني في السودان فبتسمع الأغاني بتسمع الفنانين وبتقول يا أخي يعني يوما ما يعني واحد يعمل حاجة يعني على نفس النهج على نفس النهج على طار الانتشار سمعت أنك تصور فيديو كليب الفيديو كليبات التي تصورها عشان موضوع الانتشار ضروري حتى ينتشر الفنانين أن يصور حق أغاني أكيد أكيد لازم أو ها طفنان لا طبعا نحس فيه يعني زي الفيديوهات القصيرة اللي هي بتنتشر سريع برضه بس أعتقد داما الفيديو لازم يعني الفيديو كليب هو يعني أساس طبعا من يعني فيه أكتر من يعني عناصر للفنانين يطلعوا وداما الميزيك فيديو سيكون يعني زي ما تقول يعني بيلر يعني يكون ثابت يعني دائما نعم يعني كويس طريقة للانتشار أيوة يعني مرة 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 نزلت فيديو وقمت اليوم الثاني الفيديو مليون فجأة نعم أيوة الأغنية كان اسمها وان لف سودان عملتها يعني نعم ما شاء الله أيوة وإن شاء الله كده الله يستحل حال برضه على السلطان إن شاء الله الله ما أمين وكاتبت يعني عشان يعني أنشر يعني طاقة إيجابية والسلام طاقة إيجابية صحيح بإذن الله فقامت انتشرة الأغنية فأنت تحس أن مواقع التواصل الاجتماعي هي طريقة لانتشار الفنان صحيح وأعماله وفي بعد بعض الفنانية ياخدوها كطريقة ثانية إن هي منصة للفنان يتعرف من خلالها على ودود فعل الجمهور على أعماله صحيح بالضبط أيوة يعني أنا شايف أنه حسي من أي فنان لازم يكون يعني دائما تكون متواصل حتى تتواصل مع الفانس تتكلم معهم فدي حاجة برضو بتساعد إنه الفنان يعني يعني يكون أكتر يعني عنده علاقة أكتر مع المعجبين وكده يعني نزل شو ردة فعل الجمهور على بعض أغانيك يعني طبعاً أكيد تشوف الكومنتات طبعاً آي لما أشوف الكومنتات طبعاً في ناس يعني بيتقبلوا الميكس الجميل وفي ناس يعني بيشوفوا إنه لازم يكون مثلاً في لون واحد يعني يكون بس ما يكون ميكس صح فأنا يعني أي واحد عنده يعني اتجاه معين فأنا شايف إنه اتجاه بتاعينه نوصل نقدر نوصل رسالتنا مع الشعوب الثانية عشان نقدر نمشي قدام يعني عن طريق الموسيقى والفنكة يعني بشكل عام بشكل عام شي جميل يعني جندي من الفنان أو الفنان الحاب أنك تسوي إياها ديو الفنان في أكتر من فنان لكن حالياً عملت أغاني مع فنان من الجنوب اسمه سنجل دي سنجل دي سنجل دي أي وا يعني صديقي وأعتبره زي أخوي وعملت أغنية برضو يعني كولابريشن مع أرتيس فيني اسمه آدم ميليون فحس حالياً بشوف أنا ويعني كيف ممكن أصل لل يعني لل عطني اسم جندي تجاه التالي عداره أديك اسم لكن تجاه التالي والله أديك اسم طيب في فنان اسمه كرونيكس كرونيكس بحب أي من جاميكا هو يعني ده واحد من بكت لسي ما بتقول نعم حاس انك لو سويت ديو الموضوع ممكن يضرب صحي آي هو مش يضرب أنا بعين للموسيقى كيف أقدر يعني موسيقى تكون قاعدة يعني فترة طويلة والناس دائماً ترجع وتشوف الأغنية ويعني تلهمها أنها تعمل حاجة أنا ما بعين أنه أغنية تحسي تطلع ترند لأنه الترند هو ترند في النهاية لو جاء ترند كويس ما حنقول أكيد لكن الهدف دائماً أنه نكون نقدر نوصي الرسالة فأنا شايف أنه الفنانة الممكن أنا يعني أقدم معه حاجة جميلة تربط مثلاً يعني شعوب من أماكن بعيدة خالص هو يعني كرونيكس حالياً يعني لكن ممكن بكرة ممكن طبعاً في المرحلة الثانية يكون إذن أنت لو لحنت لحن معين وحسيت أن هاللحن يضبط على فنان ثاني فما عندك مشكلة لا أكيد أكيد ما عندك مشكلة أيوة وتطرح اللحن عليه أيوة في أكثر من فنان يعني فناني هنا في الوسط الفني في الإمارات وبره برضو عندنا أغاني كتبناه مع بعض ويعني مرات الأغنية بتكون من نصيف فنان ثاني يعني فنان أو فنانة فبتشوف أنت شو الأحسن للعمل هذا مش بتشوف أنا لازم أكون الواجهة فدائماً مرات أنت ممكن تعمل عمل جميل ويطلع من نصيب شخص ثاني ما شاء الله عليك جندي عندك روح شوية إيجابية وفي تفاؤل في بعض الناس أو بعض الفنانين خاصة في بداياتهم يقول لك مثلاً أنا مريت مرحلة من مرحلة التعب مرحلة قررت ممكن فكر أني أوقف ما عندك هالشيء إن شاء الله أنا الحمد لله يعني بقول إنه الحمد لله إن أنا كنت هنا وتعرفت على ثقافات كثيرة فدساعدني لما ماشيت أفريقيا إنه أعرف أتعامل وأتكلم مع الناس سواء من الفرقة بتعتي فشايف إنه الحمد لله يعني قدرت أوصل جزء من رسالتي اللي هو رسالتي الحب والسلام وإن شاء الله أكون دائماً على الطريق دائني إن شاء الله أتمنى لك طبعاً كل التوفيق وشكراً لهاللقاء الجميل وهالروح الإيجابية والطاقة التفائل اللي عندك المطرب والموسيقار عبد الرحمن الجندي شكراً معروف بالجندي شكراً أنت واردك ويانا اليوم شكراً لكم العافية وتحياتي للفجار ناس الفجارة